بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الخامس ابتدائي مادة الرياضيات إذن أحباي الطلاب والطالبات سوف نتعرف في هذا الدرس على الرقم 22 إذن سوف نتعرف على الرقم 22 أحباي الطلاب والطالبات يجب علينا الابتعاد عن جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم إذن أهداف هذا الدرس أن نميز شكل العدد 22 ثانيا نفرق بين العدد 21-22 ثالثا تمثيل العدد 22 رابعا كتابة العدد 22 إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نردد هذه الأرقام لدينا هنا الرقم 21-22 إذن هيا نردد هذه الأرقام 20-21-22 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نكتب الرقم 22 وقبل أن نبدأ بكتابة هذا الرقم يجب علينا أن نمسك القلم المسكة الصحيحة هيا نمسك القلم المسكة الصحيحة أحسنتم إذن هيا نكتب الرقم 22 22 هيا نكتب الرقم 22 أحباي الطلاب والطالبات في هذا الدرس سوف نتعرف على علامات المقارنة بين الأعداد لدينا هنا مجموعة من علامات المقارنة بين الأعداد أكبر من أصغر من وعلامة يساوي إذن لدينا هنا علامة أكبر من وعلامة أصغر من وعلامة يساوي إذن أكبر من أصغر من وعلامة يساوي إذن علامة أصغر من هو رمز رياضي يدل على عدم المساواة بين رقمين إذن أصغر من هو رمز رياضي يدل على عدم المساواة بين رقمين ويستخدم للدلالة على أن الرقم الأيسر أصغر من الرقم الأيمن كما نشاهد هنا عشرون أصغر من اثنان وعشرون إذن عشرون أصغر من اثنان وعشرون هيا نشاهد يا أحباي الطلاب والطالبات علامة أصغر من إذن علامة أصغر من هو رمز رياضي يدل على عدم المساواة بين رقمين هو رمز رياضي يدل على عدم المساواة بين رقمين أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن سوف نقارن بين الأعداد لدينا هنا مجموعة من الأعداد وسوف نقارن بين هذين العددين إذن لدينا هنا الرقم اثنان وعشرون وأيضا لدينا الرقم عشرون هيا نقارن بين الأعداد اثنان وعشرون والرقم عشرون أحسنتم عشرون أصغر من اثنان وعشرون إذن سوف نستخدم علامة أصغر من إذن علامة أصغر من اثنان وعشرون والرقم عشرون إذن عشرون أصغر من اثنان وعشرون وهنا أيضا واحد وعشرون أصغر من الرقم اثنان وعشرون إذن اثنان وعشرون وعشرون عشرون أصغر من اثنان وعشرون واحد وعشرون أصغر من الرقم اثنان وعشرون إذن استخدمنا علامة أصغر من إذن ما العدد الناقص لدينا هنا مجموعة من الأرقام إذن ما هو العدد الناقص لدينا الرقم هنا عشرون لدينا هنا الرقم عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ولدينا أيضا الرقم ثلاثة وعشرون إذن الفراغ هنا عن رقم اثنان وعشرون إذن عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات لدينا هنا مجموعة من النجوم هيا نجمع هذه النجوم إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون إذن مجموعة هذه النجوم هو الرقم اثنان وعشرون أحسنتم إذن هيا نقارن بين العددين ما الفرق بين واحد وعشرون اثنان وعشرون إذن ما الفرق بين الرقم واحد وعشرون اثنان وعشرون أحسنتم اثنان وعشرون أكبر من واحد وعشرون أحسنتم وهنا سوف نمثل العدد بالأشكال هيا نمثل هذا العدد بالأشكال لدينا مجموعة من الصناديق سوف نجمع هذه الصناديق هيا نجمع هذه الصناديق إذن واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن مجموعة هذه الصناديق هو الرقم عشرة إذن هنا أيضا الرقم عشرة وهنا واحد اثنان إذن اثنان عشرة عشرون اثنان وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات هنا أيضا عدد هذه الصناديق اثنان وعشرون صندوق أحسنتم وهنا عدد المبلغ بالخزانة كم المبلغ بالخزانة عشرة عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون إذن المجموع اثنان وعشرون أحسنتم وهنا ساعد عمار باستخراج العدد اثنان وعشرون هيا نساعد عمار باستخراج العدد اثنان وعشرون اثنان وعشرون اثنان وعشرون وهنا في النشاط الأول من الكتاب صفحة اثنان وثمانين هيا نفتح الكتاب اثنان وثمانون في النشاط الأول صل بين الأعداد المتطابقة هيا نصل بين الأعداد المتطابقة لدينا هنا اثنان وعشرون وهنا أيضا اثنان وعشرون إذن 22 إذن الأعداد المتطابقة 22 أحسنتم وهنا في النشاط الثاني سوف نرسم دائرة حول الرقم 22 هيا نرسم دائرة حول الرقم 22 إذن 22 إثنان وعشرون إثنان وعشرون وهنا أيضاً إثنان وعشرون إثنان وعشرون أحسنتم وهنا في النشاط الثالث ينسخ المعلم العدد 22 المرفق في النشاط في ورقة خارجية ويطلب من الطالب تعبئته بالألوان هيا نحضر ورقة خارجية ونكتب الرقم 22 هيا نكتب الرقم 22 ثم نلون هذا الرقم أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا في النشاط الرابع عد اثنان وعشرون قلباً وارسم دائرة حولها أحياء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون إذن مجموع هذه القلوب اثنان وعشرون قلباً وهنا في النشاط الخامس عد اثنان وعشرون تفاحة وارسم دائرة حولها هيا لدينا هنا مجموعة من التفاحات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشر واحد وعشر اثنان وعشر إذن أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وفي الختام أشكركم يا أحباي الطلاب والطالبات على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر تسعة عشر